اشتركوا في القناة بعد فوزه في الجولتين السابقتين ضد المنتخب النيجيري والمنتخب الجنوب أفريقي وسيواجه المنتخب الوطني المغربي في الضور القادم نظيره المنتخب الجسائري وذلك بعد مضامنا التأهل في صدارة المجموعة الثانية وتنطلق المواجهة بين كل المنتخبين يوم السابت 6 ماي بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيس المغرب وذلك في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة للإشارة المواجهة بين كلا المنسخبين ستنقل على قناص رياضية المغربية TNT بالإضافة لقناص بإنسبورت الرابعة